السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل من برج الجوزة لبرج السرطان الساعة 26 دقيقة من صباح يوم الاثنين 17.6 ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 4.18 دقيقة بعد العصر بعد عصر يوم الخميس 11.7 كوكب الزهرة معروف عنه انه هو كوكب العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والميول الفني ولكن من سلبياته لما بيكون منتحس بعض الغيرة وبعض العنادة رح يكون لهذا الانتقال كوكب الزهرة تأثيرات إيجابية على موليد برج السرطان تحديدا اللي بعاني من تواجد الشمس في بيت المتاعب وكثير من الضغوطات اللي كانت عليه بالفترة الماضية الآن بتبلش الأمور يعني تتفك فك قليلا فقليلا الآن هاي كوكب الزهرة بما انه رح يوصل لعندهم معناته في من موليد برج السرطان ممكن يبدأوا علاقة عاطفية أو يعززوا علاقة أو حتى انه يوصلوا لخطبة أو ارتباط عاطفي بالفترة القادمة أما بالنسبة لأبراج اللي رح تستفيد مع برج السرطان أكيد موليد الأبراج المائية مثل العقرب والحوت وأيضا عنا موليد برج الثور والعذراء والجدي اللي هي الأبراج الترابية وكل شخص لما نولد كان موجود الزهرة عنده في السرطان أكيد رح يكون أيضا من المستفيدين إن كان في برجه أو في طالعه وبما إنه كوكب الزهرة كوكب إلو صلة بالفن والجمال والمال فأكيد إنه رح يكون في فرص كبيرة لهاي المجالات في هاي الفترة وخصوصا للأشخاص اللي من موليد برج السرطان اللي بيشتغلوا في هاي المجالات رح يستفيدوا منها وأيضا موليد الأبراج المائية والترابية ما بعد السرطان أي شخص بينولده بيكون عنده الزهرة موجودة في برج السرطان بغض النظر إيش ما كان برجه هذول أشخاص بيكونوا رومانسيين وبيشعروا بقوة العاطفة مع الأشخاص اللي بيشعرواهم بالأمان والطمأنينة أما بالأشخاص اللي بيكونوا خايفين منهم أو متشككين منهم فبتكون لهم ردة فعل عنيفة عشان نتأكد من وجود الزهرة في السرطان هل رح يكون إيجابي ولا سلبي لازم ننظر للزوايا اللي رح يشكلها فطبعا أول زاوية رح يتشكل هي زاوية تربيع سلبية هذه الزاوية تحديدا هي رح تتشكل ما قبل الانتقال يعني هي الزاوية هاي ذروتها رح تكون الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة فجرا ولكن الانتقال رح يكون الساعة ستة وعشرين دقيقة صباحا إذن تأثيرات هاي الزاوية رح تستمر تقريبا ثلاثة أيام حتى بعد الانتقال اللي هي زاوية التربيع السلبية ما بين الزهرة وما بين نبتون وهاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب العاطفية اللي بتعكر صفونا وأيضا بعض الأشخاص ممكن يتذكروا بعض الأمور الجنسية أو الخسارات الجنسية اللي خسروها بالفترة الماضية فبتظهر بالفترة هاي بسبب هاي الزاوية وبتسبب لنا نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في حياتنا العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحوليات المخدرات الأدوية المهدئة وأيضا المنشطات هاي الزاوية تحديدا وبتساهم بشكل كبير على الأمور اللي إلها علاقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين عطارد هاي الزاوية طبعا رح تكون بنفس اليوم الانتقال اللي هو يوم 17-6 بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا يعني مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها مثل سفر وتسلي أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين المريخ أي زاوية رح تكون يوم 29-6 بيسود جوعا من الود فبتساهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا وشهوانيتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم 3-7 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك وبتدل على تحسن كبير رح يكون على المستوى العاطفي وخصوصا للعلاقات اللي بيكون يعني خلاص بدك تتخذ قرار فيها فهاي فترة بتكون ممتازة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية بما أنه أورانوس بالنص معناته في مفاجآت فهاي بتهيئ الفرصة لبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا سعادي غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما أنها بتشجع على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية بتطفي علينا نوع من الأنواع الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا بعكس الزاوية اللي رح تتشكل في يوم الانتقال بتجلب لنا نوع من أنواع السعادة العاطفية السعادة الفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة إلا أنه شوي بسبب بعض السلبيات إنه ممكن يكون في عنا حساسية عالية بما أنه أغلب الزواية اللي رح تتشكل هي زواية إيجابية وقوية أثناء تواجدها فهذا الشيء يعني بعطي حافظ قوي جدا لأنه الحركة رح تكون ممتازة لجميع الأبراج ورح يكون في أخبار ممتازة خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج وإيش اللي رح يستفيدوا كل برج ويركز عليه من ناحية عاطفية وحظوظ أيضا برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل بيستفيدوا في الأمور اللي تتعلق بالبيت وعلاقاتهم العائلية والأفراح العائلية والمناسبات العائلية الحياة المنزلية إجمالا بتكون ممتعة وهذه فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة خصوصا لللي بيكون ممتلك عقار ومشعر في سوقه الفترة هاي ممكن يحصل على بعض الأرباح أو بعض الدعم العائلي حتى على المستوى المالي ولكن هي بالدل برضو على بعض موليد برج الحمل ممكن يستأجروا بيت جديد أو ترميم بيت أو حتى مشتريات لأثاث جديد مثلا برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا هاي بتدل على نجاح بالدراسة أو بالسفر أو بالاتصالات وكل ما يتعلق أيضا بالسيارات بين يكون مريحين موليد برج الثور بيتمتعوا بقدرة كبيرة على الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب أو مع الإخوة وأيضا ممكن بعض موليد برج الثور يعززوا علاقة عاطفية أثناء سفرهم أو أثناء دراستهم أو أثناء دورة معينة تعليمية ممكن يبدأوا بعلاقة عاطفية جديدة وكثير من موليد برج الثور ممكن يفكروا بسفر أو حتى بتنقلات على المستوى التجاري أيضا بيستفيدوا بالتسويق والإقناع بشكل كبير برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا هي بتعطيهم حظوظ كبيرة في المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو ممكن يحل مسألة مالية كانت معقدة أو مطالبات مالية عليه وهي فترة مناسبة جدا للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مريحة ومربحة أيضا فعشان هيك بتكون تستغلوا هاي الفترة القادمة لها تعزيز الأمور المالية بشكل كبير وتنشطوا بهذا المجال لها تستفيدوا من المكاسب برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا تحسن كبير رح يطرأ على مظهرهم الخارجي رح يشعروا بقوة العاطفة رح يشعروا بانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم كثير من مواليد برج السرطان ممكن يتم زواجهم أو ارتباطهم بالفترة هاي أو يبدأوا بعلاقة عاطفية بشكل مفاجئ وبتزيد من لطفهم ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية وهي فترة مناسبة جدا للعلاقات العاطفية ولتعزيز العلاقة مع الأحبة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا هنا بما أن الزهرة رح تكون موجودة في بيت المتاعب فهي بتدل على فرصة للتعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة أو توظيف بعد مواليد برج الأسد في هاي المؤسسات مثل سجون أو مستشفيات أو شركات دولية أو حتى التعامل مع شركات كبيرة حصل أرباح من خلالها أيضا بميله لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار ولكن زي ما حكينا أن وجود الكواكب في بيت المتاعب دائما تضغط بشكل سلبي عليهم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا النشاط رح يكون من خلال العلاقات والنشاطات الاجتماعية فممكن يحصلوا على بعض الدعم من بعض الأصدقاء أو بعض المعارف أو حتى ممكن مساعدة تيجي بشكل مفاجئ من أحد الأطراف ولكن أيضا ممكن يبدو بعلاقة عاطفية من خلال مناسبة اجتماعية مثل شخص يكون مش راغب بالزواج أو أهنسة مش مائلها نصيب من خلال مناسبة أو حفل معين تتعرف على شخص أو اللي هو الزواج التقليدي أو من خلال العلاقات الاجتماعية وأيضا مشاريعكم بتتحقق بمساعدة أصدقائكم أو أشخاص ذوي نفوذ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هي تعطي فرصة قوية جدا للتقدم للتقديم لطلبات توظيف أو للتقدم لعمل أو لللي بيبحث عن عمل أو حتى بداية علاقة عاطفية من خلال عملكم أو حتى ترفيع أو ترقيه أو تثبيت بعمل معين هذه تعطي طاقة كبيرة لهذا الموضوع وأيضا ممكن يصير في معرفة في طبقات أو أشخاص من مناصب عالية جدا فهي فترة فيها نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج أيضا من وسط راقي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا هاي فترة بتفتح مجالات للسفر للبعيد للهجرة للأوراق والمعاملات للإقامة مثلا أو لا أنك تحصل الهجرة أو الاتصالات البعيدة أو التعرف على أجانب أو الدراسة الجامعية والمواضيع القضائية أيضا فإذا ممكن أشخاص يتعرفوا على أشخاص جدد من خلال السفر أو هجرة أو يرتبطوا بأجانب عنهم وبيكون سلوككم جيد وممكن تحصلوا على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات والسفريات بتكون السفريات بالفترة هاي إنه منتجة جدا وممكن أشخاص ما كان في أمل لهجرة لإلهم بالفترة هاي ولكن ممكن إنه يتم قبولهم أو الموافقة عليهم دراسة جامعية أيضا تفتح مجالات كبيرة لإلهم أو تخرج جامعي أو أيضا مواضيع قضائية ينحكم لك بقضية معينة أو قضية تتحرك بشكل إيجابي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هون التركيز رح يكون على الأموال المشتركة فممكن تحصلوا على بعض الأموال اللي بتيجي من تركة أو تعويض أو شراكة وبرضو بتستفيدوا من مكاسب بتيجي عن طريق الزواج أو عن طريق بنك أو عن طريق قرض مثلا أو هبات ولكن أيضا ممكن إنه شخص أنتو بتعرفوه قديما أو من زمن وانتهت العلاقة يرجع يظهر على الساحة من جديد ويتم الارتباط ما بينكم وممكن فتح مواضيع قديمة عاطفية برضو ترجع تظهر على الساحة بشكل كبير إذن هاي فترة على المستوى المالي ممتازة وعلى المستوى العاطفي بتفتح مجالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي الزاوية الآن بما إنه رح يكون الزهرة موجود مقابلكم فهي بتعزز الشراكات سواء الشراكة المالية أو العاطفية وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية أو للمصالحة أو للتنازلات والتقارب إنهاء خلافات ما بين الأزواج أو ما بين الشركاء وأيضا تحسين العلاقة مع الشركاء وهذا الوقت المناسب أيضا بيكون للزواج فكثير من موليد برج الجدي ممكن يتجه للارتباط أو الزواج بالفترة هاي أو عقد شراكة بتكون منتجة يعني بشكل إجمالي رح نسمع كثير عن موليد برج الجدي بالفترة هاي إنه في منهم نسبة عالية تم ارتباطهم أو وجدوا الشريك المناسب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هاي بتعطي فرص للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وأيضا بيعززوا العلاقة مع الزملاء وبعض الأشخاص ممكن تجيهم عروض لعمل مناسب أو أفضل من العمل اللي هم موجودين فيه وبتعرفوا نوع من أنواع الانسجام مع رفقاءكم في الوسط المهني ممكن بعض الأشخاص يرتبطوا بزاميلات لإلهم أو زملاء لإلهم بالعمل يعني تم عملية توطيذ العلاقة العاطفية بشكل أكبر أو يتعرفوا على أشخاص من خلال عملهم بتتمتعوا بصحة جيدة أفضل من الفترة الماضية بالعكس ممكن اللي بيعانوا من بعض الأمراض يجدوا علاج لمرض معين كانوا يعانوا منه بالفترة الماضية ولكن بدنا نحذرهم من ارتفاع في الوزن لأن الفترة هاي بتفتح الشهية وأيضا الهرمونات بيصير لها نوع من أنواع الإفراز اللي بيرفع الوزن بشكل كثير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتعطي حظ في العاطفة بتعطيهم حظ في الإنجاب بتعطيهم حظ في الأبناء في الأولاد بتعطيهم حظ في المال ويعني في فرص للنساء للدخول في الحمل النساء اللي بتعاني من بعض المشاكل ممكن يعملوا زراعة أو تلقيح ويتم الموضوع بشكل سلس وإيجابي أيضا خطبة أو ارتباط بالفترة هاي الحصول على مكاسب مالية بشكل مفاجئ الحظ بيدعمهم بشكل كبير وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات مع الأحبة أو مع الأولاد وأيضا بتدعم بشكل كبير بالمعاملات والأمور اللي تتعلق بالمعاملات المالية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا اللي بتتحدث عن انتقال الزهرة لبرج السرطان أمل إنه كل اللي أنا ذكرته يتحقق للجميع كل خير وسعادة وفي النهاية منقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر